الدواء الأصلي هو آمن وفعال وعالية الجودة الدواء المثيل هو أيضا آمن وفعال وعالية الجودة 13 مثيل بنفس الأمان بنفس الفاعلية بنفس الجودة العالية صحي كده؟ طيب طالما الأدوية اتوجدت جوة الصدريب الدواء ده طبعا أكيد واخد التصريح التصريح بتاع الجهات المعنية وزارة الصحة المعنية الهيئات المعنية بحثيا إلى آخر واخد التصريح بتاع هيئة الدواء ده اللي نفهمه خلونا هنا ناخد معنا على التليفون دكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة مصر أهلا بيك يا دكتور أهلا مساء السياسة يوسف بيك أحمل يا فنك الله يخليك الحمد لله الحمد لله مساء الفل على حضرتك إحنا ينفع عند الدكتور نقول له اكتب لنا الاسم العلمي للدواء أروح بي الصيدلية آآ ده ده كلام آآ أنا أشكع بحية حالك على واشكرك على إحسارة الموضوع ده والاهتمام به الله سلي ده بالذات يعني الحية يا ربي سلي حالك نشرت بنويته بشكل جيد جدا عن آآ كل دواء له تلتاشر مفيد نفس الجودة بنفس الفعالية بنفس المنتجات بنفس الكفاءة بتاعتك واحد ده المثيل آآ البديل دواء له نفس المفعول ولكن بما تفعال مختلفة فأنا مجد أقول المثيل إحنا عندنا عشان أخذ الدواء يبقى بنفس الدواء ينظر السوق المصري لابد إن كفاءته ما تقلش عن 98% ليه 103% من الدواء الأصلي يعني الدواء الأصلي بتاع 100% فقال دواء في المثيل يطلع 98% وأكتر دواء يبقى 103% فهنا بقى مسموع به ينزل والتم تدوله في السوق المصري جميل المثيلة في الحكاية ديها عندي حكاية أولا المثيل في دواء إنيه الدواء الأصلي كل دواء ينزل بعد كده إيه اللي 20% هيبقى عندي 80 جنيه و10 ميز يبقى آآ 72 جنيه وهكذا ينزل لحد ينزل إيه 30 طول دكتور محمد الخط بيقطع غالبا حضرتك في مكان طيب ما فيه وش شبك آآ حلو جميل طيب أنا أقول تاني الميزة اللي عندي أولا أنا بوفر على المريض إن هو يرفض على دواء معين ويبقى استغلال من بعض الأطباء ويكتب حاجة معينة الهدف معين زي ما حناك 10 طريقا طيب أنا دي ميزة أنا المريض مش هيرفت طب الميزة التانية إن أنا عندي الدواء الأولين البراند الأصلي بيبقى حفرت النساء رمية جنيه كل دواء ينزل بعدين يقل عنه عشرين في المية يعني أنا النهاردة هتلاقي فيه دواء بمية جنيه ونفس المثيل بتاعه ممكن يوصل خمسناشر أو عشرين جنيه يبقى أنا النهاردة عندي حاجة بقت موجودة أنا بسهل على المريض مش بسي ما يلفش وميجيبش دواء معين لا ده أنا بقول له كمان بيدلوا الخيار ده سيادري إن هو يددلوا دواء بتاعه طبعا بوفر له فلوس كمان وسائر أقل على حسب إمكانيات المريض صح يبقى أنا النهاردة أنا النهاردة يعني إيه إن قالت المجتمع المصري نقلة تانية غالط أصلا إن أنا النهاردة ما خلتش شركة معينة تتامل بيزنس مع الدكتور والتحكب في المريض ما خلتش المريض يلف على حابة معينة بعينها وأقدر أخد الدواء بتاعي طبعا ما هو متدول في السوق يبقى 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 أخد الدواء بتاعي بالسعر اللي يبقى مناسب بالنسباتي أنا عايز المريض أنا أخده عايز المثيل اللي هو أبو عشرين جنيه أهلا وسهلا عاد أبو خمسين جنيه أنا بقى عندي إخيارات موجودة للمريض أنا النهاردة ده نقلت الدني اللي قالت المريض بتاعي وحفظت على اختيارات السيادريات واختيارات المرضى طب هل ده محتاج إلى توافق على هذه الألية ما بين النقابتين الأطباء دار الحكمة والصيادلة إنه يا جماعة بعد إذنك وبعد كده الرشدات تكتب بالاسم العلمي هو يمكن يوم تمانية تسعة وزارة الصحة مشكورة نزلت تنويه عن هذا الأمر وعرفت المرضى يعني إيه مثيل يعني إيه بديل وقالت وأهابت بالسادة الأطباء كتابة الدواء بالمدنة الفعالة ده دي كتب البداية وده طبعا دي أول مرة تحصل يبقى فيه التفاعل بالشكلة في ظل طبعا يعني نقص بعض المنتجات اللي همش أقول عليها مش نقصة لكن يعني هقول ليه في بعض اختفاء بعض الأسناف معينة اللي لها بدأت أو تفاوت أسعار زي ما حضرتك قلت يعني أنا من حقي كمريض أنا أيه الدواء المثيل اللي يتفق مع ميزانيتي بالضبط فهنا هنا طبعا وزارة الصحة تفعلت ونزلت التنويه ده لكن هو مش كفاية التنويه ده طبعا لأن الموضوع ده يحتاج يبقى فيه تحت رعاية وزارة الصحة يبقى فيه لجنة من نقاط الصيادلة ونقاط الأطباء وهيئة الدواء ويقعدوا ويبقى فيه أنا يعني أتوقع أن بعد مؤتمر بس السكان اللي هو في خلال الأسبوع ده يبقى يعني يسعد معالي وزير الصحة يشكل لجنة ديها بحيث يسهلوا على الأطباء نفسهم اللي هم عادتين لأن لبعض الأطباء ممكن يكون عارف الاسم التجاري اللي قدام ولكن ما عرفش المادة الفعالة اللي فيه أحيانا لأ من كتر الأدوية اللي بقت موجودة فبعض الأطباء فأنا محتاج سيستم موجود عندي يبقى لكل الأطباء متاح لهم كل المادة الفعالة بتاعت دانا عندي اللي بتعالج الضغط بلزرتان مثلا يبقى متواجب بأسماء 1-2-3-4-5-13 بتي لهم يحكي تبلي البلزرتان أنا عادة كتبت لها ضغط معين يبقى يتيب للمادة أو ويتيب لسيضاني هو مهم أنه ما يبقاش المسألة مجرد توصية تبقى قرار يحمل صفة الإلزام ومخالفة تستوجب العقوبة أي أن كانت العقوبة بقى اللي ترتقيها النقابة أو كيفما يراها القانون لكن صفة الإلزام وصفة أو أيضا تستوجب العقوبة في حل المخالفة يعني طبعا إحنا عايزين نبدأ يعني طبعا أعزا أقول حالك إن السوريات سرقتنا في الأمر ده ودول العربية تانية ودول الأجنبية طبعا كلها بيطبع بالإسم بالمدة الفعالة لكن أنا يعني يمكن طبيعة مفتاحة بتاعنا أنا معرفش في التوقيت ده هل يعني وزارة الصحة تلزم الأضباء بهذا الأمر ولا الموضوع يطلع في شكل يعني يعني يدي يبقى يبين والله حضرتك رجل تشريع أكيد عارف إنه حتى يحدث ذلك لازم يبقى فيه مناقشات ما بين النقابات الطبية اللي لها علاقة ده سوء إذا كانت بقى نقاط الأطباء أسنان صيضلة إلى آخره ومن ناحية تانية مع نواب المجلس نواب تحديدا لجنة الصحة علشان يتعمل تعديل على القانون فيحمل صفة الإلزام لأنه لو مهواش قانون مش هيحمل صفة إلزام يعني طبعا يعني أتمنى الموضوع يمشي الأول بشكل يعني بقى فيه قناعات عند الأطباء وأتمنى دعم نقاط الأطباء لنا في المطلب ده إذا طبعا يعني لم يتم يعني الحقيقة يبقى فيه إلزام بعد كده لكن خلينا لسه الأول يبقى فيه جلسة كده مع برعات وزير الصحة وهو رجل محترم وراجل الحقيقة نشيط جدا يعمل وفي علاقات طيبة بينه وبين نقاط الأطباء نقاط الأطباء ويبقى تحت رعيته ونوع نشوف يعني إمكانية الموضوع تها ولو فيه تجاوب لمسناها ده يبقى شيء جيد كتا ويبقى شيء وإيه اللي ممكن يدفع عدم التجاوب دكتور أصلا أنا مش شايف إنه مفترض إنه يعني الموضوع لا يجب أن يخضع لمناقشة بصراحة حاول الحال يعني مش منطق ومش بنخترع العجلة يعني ده اللي موجود برة تمام ممكن بعض الأطباء بيبقى عندهم أولا عنده حاجة هو مش عارف يعني اسم المادة الفعالة اللي موجودة ده جزء يعني من كتر الأدوية اللي بقت متوضع دولة عنده في بعض الأطباء أفترض يعني حسنا إنه هو بيبقى عنده يعني قناعا الدواء ده فعال أكتر من الدواء الثاني وإيه طبعا ده حاجة عنده جزء السارت إن بعض الأطباء ممكن يبقى عنده يعني بتسرفز على المنتج بتاعها بشكل تاني أحسن يعني ماشي يا دكتور هنمشيها كده أنا الدعي وعن تجربة بصراحة مش حتى مجرد دعي لكن عن تجربة عندي يقين الدكاترة المصريين أجمى الدكاترة في العالم بدليل الدكاترة المصريين اللي بنشوفهم في بلاد برة هم نمرة واحد الإنجليز طالبين الدكاترة المصريين على أول الليستة ده حي فهو أكيد عارف الاسم العلمي والمادة الفعالة فنحن نهيب بالدكاترة المصريين تخفيفا على أخواتكم مرضى المساكين اكتبونا المادة الفعالة سمونا نحن نختار ميزانيتنا برحيطنا يعني أنا عايزة أشكرك يا دكتور كل الشكر للدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيخ ونقيب صيدلة القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر